ورد في العناوين دخلت إلى غرفة العمليات قصد الخضوع لعملية استئصال اللوزتين لكنها خرجت من هناك في حالة شلل وفقدان البصر هي الطفلة الصغيرة سلمة التي أرجع تقرير الطبي لمستشفى محمد السادس بالمضيقة أرجع حالتها إلى مضاعفات مفاجئة حدثت أثناء العملية بينما تقول العائلة غير ذلك وترمي باحتمالية الخطأ الطبي وتطالب بفتح تحقيق روبرتاج صدق بن زينة وفريد غيتو لا تزال هذه الأمة تحاول أن تستوعب ما حدث لابنتها بمستشفى محمد السادس بالمضيقة طفلة ذات ثماني سنوات دخلت الأربعاء الماضي لقاعة العمليات من أجل استئصال اللوزتين لكنها أحيلت على قاعة الإنعاش وهي في حالة شلل تام وغيب بحادة قبل أن يتم نقلها إلى مستشفى سني ترمال بيتطوان حيث لا تزال ترقض في قسم الإنعاش تطالبوا فتح تحقيق لأن ولدتنا ولدت ناستهما كاملين كلهم يتعرضوا الحالة التي تعرضت لها هذه البنية هذه اللي جات لها عملية بسيطة بل العملية هذه الحلقة بكل شيء يعرفها نص ساعد المقانة حتى لساعد المقانة ما شيء يغطح البنت في غيبوبة وغادي تصبح فقد المجموع هذه الحواس همتي ما كتسمع ما كتشوف يعني شيء يدمي القلوب التقرير الطبي الذي حصلت عليه أسرة الطفلة يتحدث عن توقف مفاجئ للقلبة ناء إجراء العملية ليتدخل التقام الطبي لإنعاش الضحية لكن المضاعفات كانت خطيرة غيبوبة ثم فقدان للسمع والبصر وهو ما اعتبرته أسرة الطفلة خطأا طبيا استدعى وضع شكاية لدى العدالة وهنا تطرح مرة أخرى إشكالية الأخطاء الطبية في القانون الجنائي المغربية والذي تغيب فيه فصول مخصصة للممارسات الطبية الخاطئة منا شكاية احنا يا نواكي المالك دينا هنسمى النائب واكي المالك دينا تقرر ذلك شيء كتبنا عند مدر المندب دي الصحة من اللي يمشي نقلك هذي ماشي جريمة هالإشكالية دي الوجود قانون صراح يجرم الأفعال المرتكبة من طرف الأطباء الممارسين هي إشكالية وإشكالية كبيرة احنا بغد تنصيب في دول أخرى كين هناك نصوص تجرم وهناك تقارير طبية تعهدوا إلى أطباء أخصائيين وهناك كذلك تخصيص فيما يخص قضاة أخصائيين في النظر ودراسة الملفات التي تتعلق بهذه الأخطاء الطبية ومن أجل معرفة التفاصيل ما حدث داخل قاعة العمليات الجراحية بمستشفى محمد سادس بالمدياق واستجلاء الأسباب الحقيقية التي كانت وراء ما آلت إليه الوضعية الصحية الخطيرة للطفلة رسمنا وزارة الصحة في الموضوع لكن من دون رد لتبقى وحسب خبراء القانون إشكالية الأخطاء الطبية قائمة في المعالجة القانونية في غياب مدونة للصحة لملء الفراغ القانوني الخاص بالمسؤولية الطبية